اشتركوا في القناة تكلمين عن الاكاديمية نتكلم عن الاكاديمية دا الاكاديمية دنيا كبيرة في ايه فيها طيب لا الاكاديمية دا مبساعة كبيرة يا جماعة والله بس هي الاكاديمية ما بقتش اكاديمية هي بقت بيت لكل بنوتة او كل حد بيدخل الاكاديمية تمام هي في البداية الاكاديمية عبارة عن مكان بيتدربوا فيه جميع اعمال الهانديميت سواء تفصيل سواء كرشي سواء جلود اي حرفة هانديميت بيتدربوا فيها البنات تمام فإحنا خدناها بالتدريج بدأت البنات تدخل من السفر لغاية ما خرجت من عندي إن هي بدأت تعمل مشروع لها إن شاء الله يا رب الفكرة جات لحضرتك إزاي هي أنا تكلمت قبل كده في موضوع الفكرة إن هي بدأت عن طريق بنتي كانت حبة إنها تتدرب كروشيف مكان فأنا بدأ معايا الموضوع إن أنا لازم أعمل مكان زي كده يوفر الدنيا لولادي وبعد كده بدأت الدنيا توسع معايا بالشكل ده تمام كلمينا بشكل أفضل عن أو مفاصل أو واضح للمشاهد عن التفصيل يعني إيه تفصيل هي التفصيل بتبدأ بالتدريج يبدأ الأول عن طريق أخذ المأسات إن أنا عندي جسمي لازم إن أنا أنزل المأسات بتاعته سواء خطوط طول أو خطوط عرضة أو عمق أنزله على وراء يعني بتشتغل في كل حاجة ولا حضرتك شغل معين لا في كل حاجة في كل المجالات فإحنا بنرسم الأول البترون ونترى ننزل البترون على الأماش هو ده بالاختصار إيه هو البترون بقى؟ إيه هو البترون بقى اللي محيارك ده تمام اللي محيارني بصراحة البترون هي عبارة عن تصميم تصميم هندسي في الآخر بياخد شكله أبعاد الجسم تمام فأنا باخد التصميم ده ونزله على أماش مباشرة أو على الورق ومن الورق ننزله على الأماش طب في حد أحبطك؟ أكيد طبعا وعلى العكس أكيد أكيد وفي أيام كثيرة مين بيدعمت؟ أولا أنا الله يبرك لها والدتي تمام والدتي هي الفضل كله ليها وكفية أنا ماشي أبدعوتها في الدنيا كلها يا ربنا يوقف لي كل هذا الحلال أنا ماشي أبدعوتها دي وولادي وصحابي هم دولي الوقفين جانبي بيدعموني أي نعم بيجي علي أوقات بحبط وبنزل لتحت إحنا نتمنى من خلال البرنامج كل الناس تدعمك وتدعم فكرتك بجد جميلة جدا وطبعا وراء حضرت الجيش كبير جدا 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 وده اللي هيكون معنا جماعة بسلسية حلقات بإذن الله قادمة وهنتكلم بشكل أفضل عن التفصيل بشكل أفضل وعن أكاديمية جهان التفصيل موهبة أم هو تعلم لا موهبة الأول موهبة الأول يعني مش هتجيني واحدة ما عندهاش الموهبة ما عندهاش الحب للموضوع ده وهجبرها أنها تتعلمه تمام فبتبقى الأول حبة وبعد كده تتعلم طيب بالنسبة للإيفنت بقى خان جهان خان جهان كلمين عن خان جهان خان جهان لدوش الدنيا فكرة الإيفنت أصلا كانت عبارة جيالي من البنات يعني أغلبية البنات عندي أكيد ليهم بزنس خاص بيهم فهما كانوا بيتكلموا أن احنا مش لقين مكان للتسويق نحنا هنسوى إزاي الشغل بتاعنا ده تمام فبدأت معي الفكرة من كده أن أنا لازم أعمل لهم تسويق تسويق عمل لهم مجال للتسويق ده تمام ففكرت لهم في موضوع الإيفنت ده فحيبقى أول إيفنت لينا أن احنا نبدأ نعرض الشغل بتاعهم بدأت طبعا لازم أبدأ بالمكان عندي وبعد كده هبتدي إن شاء الله ألف بيهم البلد كلها هل في أعمار معينة أو مواصفات معينة اللي حابب يقدم فيه الأكاديمية؟ لا أهم حاجة عندي جودة المنتج اللي حيتقدم جودة المنتج تمام أهم حاجة عندي لكن السنة لا نحن نعود أن أي حد حابب يتواصل مع حضرتك الأرقام موجودة على الشاشة والتواصل عبر الفيسبوك موجود برضو على الشاشة يريدت الكنترول اللي نزله برضو على الشاشة للمشاهدين تمام مع حضرتك معك يا فندم تمام هيا بس الفكرة جات بالشكل ده طب ناخد اتصال معنا السيد زهيبة أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بك يا فندم عليكم السلام تفضلي أنا بتتصل عشان بس أكل أني مدام جهان من الشخصيات جات المحترمة جدا صراحة دي حقيقة يا فندم اللي وقفة في ظهرنا وتدعمنا بكل شيء تمام وشجعنا في كل حاجة الحمد لله أنا واحدة من الناس ما كنتش بعمل أي حاجة صراحة هي أفرف ضهري وبتعمل وبتشجع كل بنات على كل المشاريع ومقويلانة كده فبقول لها شكرا جدا عم بودة بتتعملي معنا احنا كلنا بنشكرها بصراحة مجهودها جميل جدا جدا وواضح يعني ما شاء الله حبيبتي يا هوب أه الحمد لله بشكر حضرتك في سؤال معين لأستاذة جهان أستاذة جهان إن شاء الله أولا ما فيش سؤال معين بالنسبلة بس هي دعماني أصلا مش مش محتاجة أي حاجة الحمد لله ربنا يكرمها يا رب وإنك وتنجح بإذن الله والإفنت اللي جاي جديد ده بإذن الله بإذن الله هينجح لأن طراحة شغلها كويس جدا فيك الحمد لله أنتوا لدعميني يا هيبة مش أنا اللي دعماك بنشكر حضرتك جدا يا فندم بنشكر بدعمك والله بدعمكش تغييرك لينا حبيبتي أول بنشكرك يا فندم بنشكرك طيب بعد المداخلة الجميلة دي بقى إيه طموحات حضرتك أنا طموحاتي أن أنا أكثر الضعف اللي جوا كل واحدة عندي يعني أنا كل مشكلتي مع كل واحدة بتجيني أن هي ضعيفة ومكسورة قوي جواها أنا عايزة أكثر الضعف من كل واحدة تمام عايزة كل الستات تبقى مفترية لا 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 مش درجاني عايزة أكثر جوا مفترية في المجال يعني نشيطة في المجال بتاعها مفترية في مجالها عشيدي حيلك وغيري في مجالك كده ده كل اللي بأحلم به مع كل البنات يعني مكلمة هيبة دي هي فعلا تمام بتخلوني أن أنا شجيع جوايا شجاعة أن أنا أخليهم هما يبقوا بالشكل ده طيب إيه هي النصائح اللي حضرتك حابت تقدميها أو تقوليها لأي حد حاب يدخل المجال أو توصل دلوقتي معانا من خلال الأرقام وتوصل مع حضرتك إيه النصيحة اللي تقدمها له ابدأ من السفرة بس لازم توصل لنهاية السفرة ده هيوصل فيه لازم توصل لنهاية الطريق لازم أوصل لنهاية الطريق وأوصل عن طريق أن أنا أشد حيلي وأكتهد وللو نهارب أشغال آه وأغير أغير من مجال شغلي عشان أكبر في شغلي دي النصيحة لأنا ممكن أقدمها لهم كلهم طيب شغل الكروشي والهند ميد والحرف اللي لو يدخل في شغل التفصيل آآ آآ لا ممكن يدخل ده في ده ممكن يدخل ده في ده يعني دلوقتي أغلبية الملابس فيه جزء منها كروشي وجزء منها وماشي بيبقى فمندخل ده في ده تمام طيب نرجع للمرجوعنا للإيفنت بقى الإيفنت هيكون يوم 18 و19 مارس اللي قادم إن شاء الله آآ بإذن الله 18 و19 خميس وجمعة خميس وجمعة إيه الخدمات الإيفنت بيقدمها إن شاء الله إحنا إن شاء الله مجهزين عرض جميع المنتجات جميع المنتجات الخاصة بالمنزل يعني بدأ عندي من ملابس إكسسوار أدوات منزلية كل حاجة أي حاجة خاصة بالمنزل هنلقاها موجودة في الإيفنت بخامة وبجودة وبسعر بإذن الله ولسه المجال مفتوح اللي حابي بيشترك معنا الدنيا مفتوحة وبجانب كده إن شاء الله هنعمل حفلة حفلة كبيرة هتبقى يوم الإيفنت والحفلة كمان هتبقى فريق حضرتك قلتي إن فيه هدية للمشاهدين ياريت تفاجئيني بيها وتفاجئي برضو المشاهدين بيها الهدية هتبقى كرس كرس مجاني عندي كرس مجاني في أكاديمية جهاني تمام تمام كده لأي متصل متصل خارج هيبقى معنا كرس مجاني لي بإذن الله طيب معنا أمو صهر أهلا بحضرتك يا أمو صهر أهلا بحضرتك يا أمو صهر أهلا بك يا فندم نورتينا تفضلي مدام جهان ما حضرتك حبيبي يا أبا حبيبتي والله العزيز وانا أخبرتك كلها الحبيب قال لي ربنا السلام وتفرحني كده واشفت من أحسن أحسن حبيبتي يا أبا ربنا يا خبيب وانتقول لك إن مقدام جهان بني أعرفها محترمة جدا 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 ربنا يا ربي أحفظها ويبارك فيها جدا 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 والله العزيز بجدد مش كلام ومش عشاني احنا الصحاب بس الصحاب بالعشرة وبالمواقف جهان مواقفها مع كل الناس صحبة وجبعة ومشيل والتب فمش أدري أقول لك أنا فخورة بيها أدري والله العزيز وقفت بيها فخورة فخورة أنت حبيبتي لأنني أبعرفها وإنهي صحبتي ربنا يا ربي يحفظك يا ربي يعني أنا بصدخل جدا إن أنا أقول إن أنا جهان صحبتي أو إننا حبيبتي إحنا مش أصحاب إحنا أخوات ده باين مكالمة ما شاء الله ربنا يحفظك يا رب حبيبتي يا ربنا يخليك ويبارك لك ربنا يخليك يا حبيبتي من أحصل لأحصل بإذن الله يا رب طبعا طبعا يكون في سلسل حلقات حضراتكم تقولوا كلكم موجودين فيها بإذن الله آه لا بإذن الله بأكين بأكين وظهر عزيز محمد أنت وبصة يعني أي حاجة فيها نحن وراه على كون طبعا طبعا ربنا يا كريمك يا رب يا فندي أنا عايزين أسبوع كده نشكر حضراتك جدا الله يخليك يا فندي ربنا يا كريمك يا فندي شكرا لحضراتك الله يخليك السيدة جهان إزاي حضراتك في نعمة الحمد لله يا رب في نعمة الحب للناس نتكلم أكتر عن الإيفنت أنا عايز أوضح للمشاهد أنه الإيفنت دي يا جماعة هيكون حاجة مهمة جدا جدا وكمان ما فيش فلوس ما فيش رسوم إحنا فاتحين باب التقديم اسمه خان جهان صح كده خان جهان عايز أعترف لك بحاجة أن أنا جوايا رعب رعب ليه كده بس خايفة قوي خايفة من الإيفنت ده حاسة أنه مسئولية كبيرة قوي وأن كل واحدة جاي عارضة شغلة عندي إن شاء الله تكون قدها وقدود ومادام أنت بدأ بأنك تساعد الغير فإن شاء الله ما تقليش إن شاء الله يا رب يا رب بإذن الله ينجح ويبقى لنا لقاء تاني أنا وحضرتك ونقول إننا الإيفنت بتاعي نجح وحققت اللي كان نفسي فيه يا رب بإذن الله إن شاء الله بإذن الله طب تحب تشكر مين؟ أحب أشكر مين؟ أحب أشكر كل الواقف في دهري كل الواقف في دهري كل الواقف في دهري كل اللي بيشجعني أكيد أمي أمي فوق الدنيا كلها ربنا مع 21 مارس 21 مارس القدم إن شاء الله هو عيد الأم بس كل يوم بيمر علينا هو عيد للأم فكل سنة وكل أمهاتنا بخير وصحة وسلامة كل سنة وحضرتك يبقى أمي وبنصح كل الشباب يبروا والديهم لأن بجد إحنا من غير الأم والأب مكنش موجودين فربنا رب يحفظهم بروا والديكم واتقوا ربنا في أعمالكم وفي نفسكم وإحنا عايشين بفضلهم وبشكركم جدا ولله هم وكناش جينا الدنيا دي مدام جهان نورتنا الله يبرك لك شرفتنا نصيحة أخيرة من حضرتك للمشاهدين نصيحة للمشاهدين استغلي وقتك استغلي وقتك بكله ربنا يحسبنا على كل دقيقة إحنا فيها فنستغل وقتنا بالصالح يا رب بإذن الله يا رب يا رب في أي حاجة عند حضرتك حابة تتعلم فيها تاني عن الإفنت أنا بس طالبة من كل يعرف مدام جهان يدعي لنا كده دعوة حلوة أن الإفنت ده يعدي بينا على خير ونطلع منه مجبورين الخاطر وكلنا فرحانين فيه بإذن الله يا رب يا رب يا رب طيب التفصيل وخبايا التفصيل كلمين عن خبايا التفصيل أكيد كل مجال ليه خبايا جماعة وأنت وأستاذتنا طبعا في المجال ده فأنا حابب أتعرف من حضرتك أكتر عن التفصيل وخبايا هو الخبايا مش هتيجي من يوم وليلة خبايا التفصيل بتيجي بالممارسة بالممارسة طول ما أنا ماشية في الطريق بلاقي فيه في حاجات بتقف مع الواحد فهي بالممارسة طيب إحنا معنا صور رأيت الكنترولي اللي جهزها برضو لشغل مدام جهان طيب معنا صور طيب ممكن نجهزها تمام تفضل يا فانت أنا بس كنت بتكلم على الممارسة إحنا ممكن نبص كده ونتكلم على الصور نعلق عليها وياريت أرقام مدام جهان برضو هنزل على شاشة تمام تفضلي ممكن تعالي على الصور آه دي خلود خلود معايا بنوتا جاتني خلود من النوع الكسفي قوي قوي وخجول قوي قوي بس هي الحمد لله عملت نفسها براند دلوقتي وعملت نفسها بج حلو قوي كمان هي بتشتغل دلوقتي الشغل وبتأجر بقيت فساتين وشغلها حلو طبعا حابين نهان طبعا أستاذها نبيلة وأستاذ مجدي بنبرك لهم على الخطوبة دي بول 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 نتي بنت حضرتك ربنا يحفظنا بول بول وكفتن مجدي ربنا يبارك فيهم يا رب وبالفرح بقى إن شاء الله وتعزمونا بقى يا رب أكيد أكيد إن شاء الله تمام دول ولادي ربنا رب يحفظهم يبارك فيهم دكتور إبراهيم وجنتي ونبيلة تمام ده إنتاج ده إنتاج إنتاج كرس التفصيل عندي تمام ده كان فستان كلوش أم صهايب تمام ده برضي من شغل خلوط شغل جميل قوي الشيك قوي تمام دي هوبا دي بنتتها ده كان إعادة تدوير يعطب إعادة تدوير آه يعني كان فستان زفاف كبير وإحنا عملنا إعادة تدوير ليه وعملنا البنوتة تمام آه دول البنات دول مجموعة كانت جميلة قوي معايا وآآ كنا بناخد يوم كامل يعتبر مع بعض وكان إنتاجهم جميل قوي ومجموعة محبوبة قوي دي إسراء وسومة دي إمي إمي ده حد شاقي قوي عندي تعريبا هي شامية حد شاقي قوي كان عندي في الأكاديمية ربنا رب لي بارك في حضرتك معنا اتصال مين السادة يا مالي الشامي أهلا بحضرتك إمي هي دي اللي كانت معنا حادا اللي كانت معنا دلوقتي تفضل يا فندم صباح الفل على حضرتك صباح الخير يا أنت صباح النور يا أنت ها ما الشعية هي الشعاوة دي لها ربنا أحفظك يا رب تفضل يا فندم مع حضرتك مدى أصوات جهان أنا واحدة من متجربات أكاديمية جهان وعايزة أقول لحضرتك إن أنا كنت مفصل من زمان جدا بس كنت بروح لحبي يفصل لي والمشكلة كنت بأكل كنت أعرف أي حاجة ما تفهرت حتى أنت المقطة خالص وطبعا الفيديوهات بتاعتي بمباينة قدية أنا بايد بروفشنال ومطلع كل إكشان حلوة جدا ومتجابة عايزة أشكرها جدا وقال لها مستي جدا منيك بس كنتين حلوة ومميزة جدا ومستي يا أنت شكرا يا أنت شكرا حبيبتي شكرا يا فندم ومتجابة بجابة المكان حلوة جدا ومتتعلم في طريقة كويسة جدا والله العظيمة فهي مهوبة بجابة أنت مهوبة ومتجابة أنت حبيبتي يا أنت حبيبتي يا أنت بنشكر حضرتك يا فندم تمام مع حضرتك معك يا أستاذ محمد حضرتك شايف شايف المجموعة هم جيش يعني إحنا لو فتحنا لو فتحنا الخط برند بالمصر بقى برند بالمصر أكيد حضرتك عارف يعنيه برند بالمصر أنا عارفة يعنيه برند بالمصر وحلمه حلمك يا أستاذ محمد وبإذن الله هنعملهم على إيدك إن شاء الله وحتكون حضرتك الرعي لنا بقى في براندن وصري ده لا ماشي مع بعض ان شاء الله هم كاملين بإذن الله تحتعملكم في أي وقت تمام بباندن مع حضرتك نتكلم عن الأكاديمية بشكل أفضل الأكاديمية الأكاديمية احنا قلنا في البداية ان هي بيئة مكان لكل واحدة يعني هي ما بقاش مكان تعليم تفصيله بس هو مكان بتلجأ له كل واحدة بمشاكلها بحالها وبتيجي خرجة من عندي وهي متصفية بقى عبارة عن جلسة نفسية جلسة نفسية جلسة نفسية بيخرجوا منها ويخرجوا حبين كمان الانتاج بتاحهم يعني بتبقى لهم فرحة كبيرة قوي قوي وهم منتجين وطلعين سواء لابسة هي أو لابس ولادها من شغلها بيبقى لهم فرحة كبيرة قوي حتى ممكن ألاقي في نص الليل ان هم جاييني لحقين يا ميس جهان احنا عملنا شغل احنا جبنا مكانة وبتبقى لهم فرحة كبيرة قوي 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 فياريت كل واحدة تلجأ مش شرط عندي ومش شرط في اي مكان بس تلجأ لطريق حلو زي كده تمام يفن بشكر حضرتك جدا الله يخليك لسه معنا وقت ولا هنطلع فاصل طيب في نهاية حلقتنا الحمد لله على التمام والكمال والصلاة والسلام على النبي محمدنا والقال بشكر حضرتك جدا جدا نورتينا في قناة صحة وجمال وفي برنامج اختار طريقة ان شاء الله تنورينا في سلسلة الحلقات التي اتفعنا عليها بإذن الله اكيد اكيد لنا حلقات تعليمية كمان بإذن الله اكيد اكيد شكرا جدا مشاهدين بكده انتهت حلقتنا نشوفكم على خير الحلقة القادمة بإذن الله الى اللقاء اشتركوا في القناة